أسهل حاجة في الدنيا أنه طلع لحضرتك القرارات على الشاشة وقال لك شفت الحمد لله 3.5 و 5 و 6 و 7 دي المرتبات في حدودها الدنيا تبقى للشراحة الأعدانة هالرئيس السادسة والثالثة والماجستير والدكتوراه والله يا جماع المعاشات زادت 15% وتكافل وكرامة زاد 25% ودمتم لا واحدة واحدة وهو أسعار الدواجن والبيض نزلت ولا ما نزلتش يعني أنا المواطن صحية الصبح لقيت رئيس الجمهورية بتاعي بيقول لي مرتبك زاد ومش في دماغي ومش متوقع مش متوقع بالمعنى الحرفي المش متوقع كل العالم دون استثناء يذكر بيتكلم على زيادة الأسعار وإنه الرواتب ما بقتش تتحمل نفقات المعيشة أوروبا تضج بالمظاهرات طول الوقت وحضراتكو فاتحين التلفزيونات وسامعين الراديوهات وبتشوف التواصل الاجتماعي وبترجع كل المنصات الإلكترونية الإخبارية وفيش حد مش عارف كلنا عندنا مخ وعندنا عنين ومئة فل واربعتاشر أنا راضي زمة واحد واحد بما يرضي الله بينك كده وبين ربنا أنت كنت متوقع أنه النهاردة الرئيس هيتكلم على الإجراءات دي أو تيجي سارتها أو إجراء واحد أبداً ولا واحد ولا واحد ولا حد في الدنيا كان يتصور بالمناسبة بالعكس ده المزايدات اللي علينا حدث ولا حرج ده ده احنا وصلنا لمرحلة أن بعض الوكلات يعني بقت وكأنها ما ورهاش حاجة في الاقتصاد العالمي غير مصر مش عارف ليه يعني بس ماشي مش قصة اللي عاوز يقعد يتكلم يتكلم كل واحد حر ووكلات دولية وأسامي كبيرة التركيز مع مصر بالتحديد يعني كل العالم فيه اللي فيه والتركيز مع مصر ماشي الحال ما حدش توقع أنه رئيس الجمهورية هيعلن عن قرارات بهذا الشكل وبهذا الحجم وعايزك بالمناسبة تفكر بالراحة زيادات المرتبات دي بتكلف الدولة كام وزيادات المعاشات بتكلف الدولة كام طب هي دي أول مرة لا ما هي حصلت السنة اللي فتت لو تفتكره وبرضو كانت فاعلة من إبريل والفرق كان ما بين إبريل 22 إنه بدري ثلاث شهور عن المعاد الطبيعي بتاع لو هتحصل زيادة مرتبات أو معاشات أو علوات إلى آخره طيب وبعدها حصل إيه كمان اتعاملت علاوة استثنائية لو تفتكر كانت بـ 300 جنيه على أن تضاف للرواتب يعني أنا هنا بتكلم على ده مش أول قرار دي تالت مرة يتخلل ده بظلة الحماية الاجتماعية على سبيل المثال برضو لا الحصل لازم نرجع بزهننا الوارى لما بدأت الأزمة تشد إيه اللي حصل؟ طيب اللي حصل يا فندم إنه بطاقات التموين على سبيل المثال وأظن بالحوالي 63 مليون تقريباً أظن يعني يعني هفتكر لك بس الرقم بزموك لكن عموماً بطاقات التموين 3 شرايح للزيادة 100 و 200 و 300 جنيه شهري ماشي والمعاشات زادت السنة اللي فاتت لو تفتكر 13% السنة دي 15% يعني أسهل حاجة كان ممكن الرئيس يعمل حتى القرارات يجيلك مثلاً المعاشات 10% تكافل وكرامة مثلاً 15% بدل الدرجة السادسة 3.5 خليها 3 بدل الماجستير ما هو 6 خليه 5.5 خلي بالك الـ 500 جنيه دي اضرب في العدد وشوف التكلفة احنا هنا بنتكلم على مليارات دي مليارات تتحملها الموازنة ليه؟ علشان تروح ليك انت ليه؟ علشان أخفف من وطقة الضغط المال اللي عليك بسبب أزمة مستوردة مش بتاعتي وزي ما وصفها الرئيس حرب اقتصادية بين الشرق والغرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل مش احنا ولا غيرنا ليه دعوة مشكلة حصلت في الشمال في أوروبا احنا ملناش دعوة أسيا وإفريقيا ملهمش دعوة خناقة مش بتاعتي لكن بدفع تمن طيب حط جنب ده زي ما بيقولك الأسبوع اللي فات يعني أنا دلوقتي تيجي لك يا جماعة ما هو أصلا كان لازم يعمل كده لو انت عايز الحق هو مش لازم هي لازم في حالة واحدة بس حالة انه يبقى فيه رئيس جمهورية عنده احساس كامل بمعاناة المواطن عاوز قدر الامكان يقلل المعاناة اللي عليه دي دي الحالة الوحيدة ودي الحالة اللي حصلة عندنا هنا بس